توقف حركة الطيران المدني في اسرائيل بعد اطلاق الصواريخ من غزة اهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت هيئة مطارات اسرائيل انها اعادت العمليات الاعتيادية بعد وقف الرحلات لوقت قصير بسبب اطلاق صواريخ من غزة وفي وقت سابق اعلنت سلطة الطيران المدني الاسرائيلي عن تعليق الرحلات الجوية في خضم تعرض وسط اسرائيل لهجمات صاروخية من غزة قال المتحدث باسم الطيران المدني الاسرائيلي لوكالة فرانس بريس خلال عمليات اطلاق النار المكسفة توقفات الرحلات الجوية لحماية اجواء البلاد وافاد مراسل سكاي نيوز عربية انه جرى مساء السلساء تعليق حركة الطيران من مطار بنجوريون بعد هجمات صاروخية من وسط غزة واوضح المراسل انه تم تعليق حركة الملاحة بعد اطلاق الصواريخ في اجواء وسط اسرائيل مشيرا الى انه جرى تحويل طائرات للهبوط في قبرص ولم تعلن السلطات اي موعد بشأن عودة حركة الملاحة الى طبيعتها في اسرائيل ووجهت حركة حماس والجهاد ضربة صاروخية هي الاكبر لتل ابيب وضواحيها ب130 صاروخ وذلك ردا على قصف اسرائيل للابراج السكنية في غزة وقالت مصادر عسكرية ان نظام القبة الحديدية تصدى لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل ابيب وافادت القناة 12 الاسرائيلية عن اصابة مبنى سكني في احدى الضواحي باحد الصواريخ وكشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اسرائيليا قتل جرى سقوط صاروخ في مدينة ريشون جنوب تل ابيب وكان الجيش الاسرائيلي اطلق في وقت سابق من اليوم صاروخين على برج مكون من 13 طابقا في غزة من طائرات حربية ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع ارجو ان يكون الفيديو قد افت حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتطي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة